تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنية من سمو الشيخ فيصل بالراشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب ورياضة رفع فيها إلى جلالته أسمايات التهاني بمناسبة ما حققته مملكة البحرين من نتائج متميزة خلال مشاركتها المشرفة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولها على أربع ميداليات وتسجيلها رقما قياسيا جديدا في تاريخ منافسات الأولمبيات بسباق 3000 متر موانع للسيدات وأكد سمو في برقيته أن هذا الإنجاز يؤكد على ما وصلت إليه رياضة البحرينية من مستويات متميزة وقدرة تنفسية عالية في ظل ما تحققه من نجاحات متواصلة بفضل ما تحظى به من رعاية كبيرة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه داعينا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ووفقه للمزيد من الخير والنماء لمملكة البحرين